يا آدم إني أكرمت كل الأسماء علمت جنات المأوى أسكنت سجد لك الملك الأمراء إبليس عدوك نبهت أغراك حتى أخرجت استكبر أقسم أن يسل وغلّا أن دائك في الله الشيطان لا يخوينا وكتاب الله بأيدينا ورسول الله هاتينا يفهمنا هذه الأسرار إن أخطأنا أو نسينا أغفر ورحم يا رفا أغفر ورحم يا رفا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا مريد الله بادر فعطاء الله فعطاء الله حاضر وجمال الله ظاهر ما على الفضل غطاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا محمد رسول الله يا محمد رسول الله يا محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا محمد خاتم النبي وعلى آبائه آدم ونوح وإبراهيم وجميع المرسلين وعلى عباد الله الصالحين لا إله لله يا خلاسة الحلقتين اللي شفناهم على بداية الخلق والغاية من الخلق حتى نعرف أن الله هو الخالق هو الواحد هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله الجبار القهار القوي المتين العزيز الحكيم الخبير صفاته رأيناها من خلال خلقه لما فتح آدم عينيه في الجنة كانت تفكروا الحلقة الأولى وكلنا شاف خلقا حسانا كراما هم الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع الملائكة جمع ملك من هم الملائكة ما هي أصل خلقتهم ما هو دورهم في الحياة ما هو دورهم في حياة آدم عليه السلام نتمتع بصحبة الملائكة مع آدم عليه السلام ومع أخونا أحمد جلمان مرحبا بيكم مرحبا بيكم مرحبا بجميع المشاهدين أخطأنا أو نسينا أغفر ورحم يا غفار اغفر ورحم يا غفار قلنا خلق ربي الحواس الخمسة خلق ربي النعمة اللي تحسوا به هذا الكون ولكن خلق عالما غيبيا لا تدركه الحواس من ما نبصر وما لا نبصر ما نسمع وما لا نسمع والعاقل هو الذي يصدق بوجود أشياء خارج على طاقة هذه الحواس كان يجي إنسان يقول مثلا ما هاش جاذبية على خاطر ما نشوفش فيها والإنسان غير عاقل فالذكي هو اليؤمن بأشياء غيبية المهم فيها دليل وأهل أدل عنا من الشرع وربه اللي علمنا وجود مخلوقات أخرى غيرنا نؤمن إحنا بالذبذبات اللي فوق الصوتية نؤمن بأشعة فوق البنفسجية نؤمن بأشعة تحت الحمراء ولكن لا نراها ولا نشعر بها نجم يقول إنسان لا ما هو على خاطر هذه عندها أثارها ونشد الحاكوم وفيه أشعة تحت الحمراء نحل بها التلفزة ونسكر بها التلفزة كذلك الأشياء اللي خلقها ربي في عالم الغيب عندها تأثيرها ونرى تأثير الملائكة في حياة الإنسان من خشوع والسكينة ودورها في حياتنا فأنت يا مؤمن من صفاتك أنك تؤمن بالغيب ربي يقول في أول آية من أول سورة البقرة ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أول حاجة صفة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إيمانك بالغيب هو ليخليك صاحب عقل مكانش تولي كما الحيوانات التي تؤمن إلا بما تحسه والمتقي هو الذكي يؤمن باليوم الآخر يعرف له دورة الحياة تقتضي أنك تبعث مرة أخرى كما تشوفها الشجرة تموت ولكن تخرج الشجرة مكانها البذرة تغرسها تخرج لك من الغيب هو جزء هو ركن من أركان الإيمان أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته حاجة ثانية أعطينا آية سيدة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كالحيث إذن النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالله وملائكته جمع ملك كيفاش تخلق الملائكة هذه شفنا خلق السماوات والأرض كيفاش ربي قدر الأقوات فيها كيفاش يخلق ربي الملائكة ومن يعلمنا غير الله عز وجل ورسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور إذن عرفنا أصل الخلقة متاحة وخلق الجان موتو من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم الملائكة خلقها الله عز وجل منها ما له جناحان وثلاث أجنحة وأربعة وأكثر هذي قرآن سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء فهو يزيد في الخلق سيدنا جبريل عنده ستميات جناح صفات الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد عباد يعبدون الله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون أكبر صيفة للملائكة أنهم يخافون الله الملائكة عباد من عباد الله ملكا يملكهم كما يملكنا نحن ويملكنا أجسامنا ومصيرنا وحياتنا وموتنا وخلقا لأنه هو خلقهم وطاعة صفاتهم يخافون الله صفاتهم يعملون بأمره صفاتهم أنهم أول ما خلق الله من العاقلين يسمى عالم الملائكة رب يخلق عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس هذو من العقلات ثلاثة علش تقول الحمد لله رب العالمين العالمين ثلاثة دي ما تفكرها هذه توقت تقرى الفاتحة في صلاتك ولا وحدك تقرى الفاتحة الشافية تقرىها بنية العالمين رأوا عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن والله سبحانه خلق عوالم أخرى ولكن ما فيهاش عقل كما خلق الحيوانات ما عندهاش عقل ما عندهاش تفكير عبادة الملائكة الملائكة يعبدون الله دائما لا يكلون ولا يملون رب قالها ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته مش كما برش الناس يتكبر على الصلاة ويتكبر على القرآن ويتكبر على ذكر الرحمن ويتكبر ويحشى مش يقول نصلي الملائكة وما أدراك يعبدوا في ربي لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليلة والنهار لا يفترون هذا يراه إعداد لقصة آدم عليه السلام له أنت يا ابن آدم بعد وقت تقول أنا نسبح في ربي ونقول سبحان الله وننزه في ربي رأي نتبع في الملائكة هم لا يخجلون ولا يستحيون ولا يتكبرون عن عبادة الله رغم قوتهم كما سنرى علاش ربي قال فإن استكبروا كان ثم مجمع يتكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون أنت تسبح ممكن مئة مرة وألف مرة قد يصيبك الكلل لكن الملائكة لا يسأمون عدد الملائكة شفنا مخلوقين من نور شفنا عبادتهم لله كم عددهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمعوا ما لا تسمعون أطت السماء ما معناها أطت عمنا تقالوا أزيز تعال خشب بوقتي تنزل عليه تشبيه لنا أطت السماء وحق لها أنطأت ما من موضع أربع أصابع ما من موضع أربع أصابع مش شبر أقل إلا وفيه ملك ساجد لله لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا تصور المكان هذا هو مليان بالملائكة صدق رسول الله وصدق الله عز وجل ما في السماوات السبع حديث موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا ما عبدناك حق عبادتك يا ربي ما عبدناكش كما ينبغي وهو إلى يوم القيامة ساجد مش أنت تسجد سجدين هو ساجد إلى يوم القيامة يقول يا ربي ما عبدتكش إلا أني لم أشرك بك شيئا يا ربي إن شاء الله يعيدنا من أن نشرك به شيئا نعلمه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على عدد الملائكة قال رفع إلي البيت المعمور البيت المعمور هو شبيه الكعبة يعني كما الكعبة لنا كما البيت المعمور بالنسبة للملائكة وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى آخر الدنيا معاش يرجعوا سبعين ألف تلكم شوفوا عدد جنود ربي قال وما يعلم جنود ربك إلا هو صفاتهم الملائكة أنهم يصطفون يعني من الصف يقول في سورة الصفات الصفات هي الملائكة وهي تصف لله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم كل واحد عنده بقته وإن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون قلنا البارح ربي خلق الزوجين الذكر والأنثى الملائكة لا لهم إناث ولا هم ذكور مرس مهم الصفات ومرس مهم الصافون سبحان الله يخلق الله ما يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصفوا الملائكة عند ربها فسلا ماذا بيك ديما أعمل صف مستوي استووا وعتديوا ويرحمكم الله تشبعا بالملائكة يكملون الصف الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتراصلنا في الصف الآن قوة الملائكة حملة العرش هما أعظم خلق الله عز وجل قلنا العرش وضخامة العرش وكبر العرش ربي سبحانه جعل الملائكة تحملوا العرش قال ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدثنا إلا بما تفهم العقول قال أذنا لي أذنا لي خاطر ثم حاجات ما حكاهم الناس ما كانش نعديوا عمرنا نبكيوا خشوا عن الله لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش وإن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام صور كبر هذا الحامل العرش نسمع هيرتل علينا سيد أحمد شنو يعمل حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ماذا يعمل حملة العرش سيد أحمد يسبحون يسبحون بحمد الله عز وجل شوفوا تسبيحهم وشوفوا ما هي عبادتنا لله الملائكة حملة العرش بالذات لهم أقوى خلق الله يسبحون بحمد الله ويستغفرون للذين آمنوا يستغفر لك شوف ربي سبحانه يستغفر لك يقول يا ربي اغفر هاوا كلامهم بالضبط ربنا وسعت كل شيء رحمة شوفوا ربي وسع الرحمة وسعت كل شيء رحمة سبحانه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جناتي عدن التي وعدتهم يدعي لك حملة العرش يدعو لك أيها المسلم حتى نستحي من معصية الله حملة العرش يستغفرون لنا حتى نستحي كيف لا نستغفر وإلا وقت نستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله تستغفر استغفارك أحيانا في حاجة أنك تراجع وتفهم ما معناها الاستغفار وقت تحس أن حملة العرش يستغفرون من أجلك اللهم جعلنا من المستغفرين يا رب العالمين آمين من الملائكة أيضا قلناهم حملة العرش أقوى شيء من الملائكة تشكون موكول بالنار هذو ما اسمهم الزبانية هذو ما ربي قال رحم غلاظ وشداد قال يا أيها الذين آمنوا قو منعوا رواحكم قو أنفسكم وأهليكم وأهلك بنتك وولدك وزوجتك وخوك وجارك حاول كيف تمنعهم مش ما يدخلوش للنار حاول كيف تجيبهم إلى عبادة الله قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا هالناس والحجارة عليها ملائكة صفاتهم شنية عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذن اللي يقولون لهم ربي يعملوه إن شاء الله ربي إحنا يوكلنا بخزانة الجنة يا رب العالمين ومدخلنا نار الجحيم وربي سبحانه عطانا أسماء بعض الملائكة في كلمة قالها من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين خطى ثم في الأقوام الفايتة شكور ما يحبوش بعض الملائكة يقول الملكة فلاني منحبوش خطر جبلنا العذاب لا أحنا نحب الملائكة كلهم وسيدنا جبريل سمع ربي سيدنا جبريل شكور هو هو روح القدس سمع ربي قل نزله روح القدس القرآن نزله روح القدس المقدس هذا جبريل اللي راه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في شكله الحقيقي الملائكي راه المرة الأولى وقت جاه الغار خراء خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالأفق قد سد أمامه من اليمين من الشرق إلى الغرب من الأرض إلى السماء تغطات الأرض كلها بشكل سيدنا جبريل عليه السلام وله ستمائة جناح فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر مهيب رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتشر من ريشه تهاويل الدر والياقوت صور الدر والياقوت تنتشر من ريش سيدنا جبريل عليه السلام وربي قال راه مرة أخرى وقت عرج به إلى السماء السابع راه في شكله الحقيقي الملائكي ربي قال علمه شديد القوى ثو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسيني أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هذا المرة الأولى وقت يجاه دنا فتدل من الغار والمرة الثانية وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما تغى سيدنا جبريل احنا هكا أكثر الواحد نعرفه خطر يجيب للرسل الأمانة صمّاه ربي رسول كريم وأمين إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أمين الوحي يبلغ ما قاله الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله لكل واحد من الملائكة دوره سيدنا جبريل عليش بعض الأقوام ما يحبوه اش قالوا يجيب لنا العذاب سيدنا جبريل بعتوا ربي القرى سيدنا لوط عليه السلام اش كانوا يعملوا كانوا يعملوا فواحش فإن عقوبتها شنية كانت أن أرسل ربي سبحانه سيدنا جبريل فشد الأرض اللي تحتهم الكل ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباحة كلابهم وصياحة ديكتهم ثم قلبها ربي قال إنا جعلنا عليها قال وجعلنا عليها سافلها وزادهم من فوق وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك شكون لهز الأرض هذه كل سيدنا جبريل بطرف جناحه من قوته وقد بعثوا ربي إلى قوم ثمود لقلوا هزبهم الأرض لحد شيء صيحة واحدة عايت عليهم سيدنا جبريل بصوته شوف قوت الملائكة حابوا نعرفوا هذي بيش تعرف بعد شنو قيمتك أنت وربي سبحانه أعطاك الأمانة سيدنا جبريل أرسله الله إلى ثمود ربي قال فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهاشيم المحتضر كلهم ذابوا بصيحة واحدة قمبولة صوتية قمبولة ذرية قمبولة شنية هذه قوة سيدنا جبريل عليه السلام فما ملك آخر معروف سيدنا ميكايل ولا ميكايلة جبريل ولا جبريلة كما تحب تقرأها اللغات الكلية يعرفوه مايكل وميشيل وميكايل وجابرييل موجودة في الدينات الأخرى سيدنا ميكايل موكل بالقطر والنبات والرزق الله أعلم كيف يعمل في هذه الدور ربي سبحانه قال وما مننا إلا لهو مقام معلوم سيدنا ميكايل شافه النبي صلى الله عليه وسلم واسأل سيدنا جبريل قال له ما لي لا أرى ميكايل ضحكا شبيني ما شفتش مرة سيدنا ميكايل هو ضحك قال لم يضحك ميكايل منذر النار شاف النار ثم مرة سيدنا ميكايل سيدنا جبريل هبطل النبي صلى الله عليه وسلم معه سيدنا ميكايل سيدنا جبرايل هبط يتميل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ترتجف من الخوف قال له خفت كان ربي يقيم الساعة شوفوا الملائكة فاشتخاف من ربي ولله يسجدوا ما في السماوات وما في الأرض من دابة دواب الكل تسجد الله والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يخافوا ربي ويفعلون ما يؤمرون خاطر بعض الناس يقولوا والله حتى نخاف ربي ردوا بانا من خوف إبليس خاطر إبليس كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين خوف تكذب لأنه يخاف ويعصي بينما الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ثم ملك آخر هو سيدنا إسرافيل صاحب القرن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كيفاش أنعم وكيف أنعم وساحب القرن الملك كذا يلي هو سيدنا إسرافيل قد صف قدميه وأمسك بالبوق وإلا بالصور وإلا بالناقور مسمي اللي بشنفخ فيه نفخه ويموت كل من على الأرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف يوم القيامة كان يخاف قيام الساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال راهو نهار الجمعة لهو التاريخ اللي يقع فيه يوم القيامة تقع إلا يوم جمعة قال راهو مثلا ما شداب في الأرض ولا ملك ومش خايفين نهار الجمعة أن يكون في ذلك اليوم قيام الساعة ملك الجبال مثلا ما شئ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عنده معها قصة وقتلي النبي صلى الله عليه وسلم آذته قريش واخرج من مكة ومشى للطائف وآذاه أهل الطائف هو خارج من الطائف حدفوه بالحجر حتى أدموا قدميه الكريمتين أدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعي في ربي ويقول يا ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك عليها أوسع انزل ملك الجبال وقال سيدنا جبريل راه ملك الجبال انزل قالك تحبش انهز جبل الأخشبين ونهبطوا عليهم ونقتلهم الكل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تعالى اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ثم ملك آخر مذكور في القرآن اسمه هو سيدنا مالك خازن جهنم يا رب إن شاء الله لا تدخل الهالنا ولا توري الهالنا هذا المكان المقفر المخيف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فضل قرآننا سيد أحمد المال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون هنا ذكر سيدنا مالك عليه السلام فهم قالوا قالوا أهل النار يا مالك يعرفوا له اسمه يا مالك نحب نموته نحب نموته ما عاشد نحبه نبقاه في النار يخوه ما حاجتناش بالحياة فأجابهم قالوا بعد مدة طويلة أجابهم قال إنكم ماكثون جئناكم بالحق كما السماوات الأرض خلقناهم بالحق جئناكم بالحق ولكنها أكثركم للحق كارهون ثم الناس يقولوا ثم ملك آخر نعرفوه الناس كل ونسمع به لهو ملك الموت هذا لم يصرح في القرآن ولا في السنة لهو اسمه إزرائيل ماذا الله أعلم من نخداوها من الكتب القديمة برشا الناس يقولوا يا إزرائيل نحن نقول ملك الموت ربي قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ثم خاصية في الملائكة ولا في بعض الملائكة أنه يتجسد معناه نجم يصور روحه في الصورة اللي يحبه ومثلا في شكل إنسان سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في شكل إنسان ودخل قدم الصحابة الكل معروف حديث سيدنا جبريل رجل شديد بياض الثيابي شديد سواد الشعر ولا يعرفه من أحد ولا تظهر عليه علامات السفر بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد من صرف هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم سيدنا جبريل نفسه تمثل لمريم ابنة أمران واختتمثل لها بشرا سوية قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية قال إنما أنا رسول ربك سيدنا جبريل عليه السلام الملائكة ما يرهمش الإنسان لا يراهم ربي سبحانه خلقش كون يراهم في الدنيا يراهم الديك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن الديكة حين يصيحوا فقد رأى ملكا فاسألوا الله من الخير كما حشاكم الحمار يرى الشيطان وقت الحمار ينهق رأى ورأى شيطانا فاستعيذوا بالله إذن الملائكة بيشوفهمش الإنسان وقتش يشوفهم عند الوفاة وتونيشوفوها إن شاء الله في حلقة من الحلقات الملائكة ما تراهم إلا في اللحظة اللي بيش تسافر معهم إن شاء الله إلى الجنة ويبشروا فيك ويقولوا لك لا تخفوا ولا تحزن ولكن لا تراهم أما هم يرواك ويحيطون بك من كل جانب قلنا كل موضع أربط أصابع وزيد عندك ملكا على اليمين وملكا على الشمال ديما معاك وعندك ملك آخره ملك قرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إنسان له ملك قرين هذاك يأمره بالخير آدم عليه السلام شاف الملائكة رأى الملائكة في الجنة شافهم أما يسجدوا وسلم عليهم النبي ربي سبحانه قال في الحلقة الأولى قلنا هو تعدى فشاف جمع من الملائكة إذن كان يراهم في الجنة وإن شاء الله ربي يلقينا بالملائكة يوم القيامة يدخلون علينا من كل باب يقولون لنا سلام عليكم بما صبرتم فنعنى عقبة الدار اغفر وارحم يا غفار اليوم شفنا خلق من خلق الله عز وجل بعد لدينا سماوات والأرض شفنا خلق الملائكة الملائكة مخلوقات من نور شنه الغاية متاعنا نستشعر وجودهم معنا في كل مكان السماء البيوت ملآنة بالملائكة تكثر الملائكة بالذكر بش يكون لنا إن شاء الله حلقات في آخر الشهر الفضيل بش نحكيه فيها على ملائكة أخرين اللي يعايشين معنا شفنا بكري خلق الملائكة الكبار وحملة العرش بش نشوفوا بعد تفصيل الملائكة الملائكة هؤلاء يسبحون بحمد ربهم علاش؟ حتى تحقر عبادتك مقابل عبادتهم حتى تستشعر أنك يزيد تعبد ربي وتزيد تحمد ربي وتزيد تذكر ربي الملائكة يستغفرون للمؤمنين ربي يقول سبحانه يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يسبحوا ليك وقال على الملائكة الأخرين والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض يستغفروا أهل الأرض حملت العرش يستغفروا للمؤمنين ويسألوا في ربي جنة النعيم ثم خدمة أخرى ثم عمل آخر يعملوا فيه الملائكة عمل عظيم ونحبكم تخصوها معايا ربي هون خبرنا ربي دائما يا أيها الذين آمنوا تبدأ في أول الآية إلا الآية هذه في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا جاء في وسط الآية لأن العمل هذا أبدأ بيه ربي بنفسه وهذه يجب تسمحها من ترتيل خونة أحمد جلمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم عليه في كل وقت وحين سلم عليه بإحساس واصللنا السلام إلى قبره الكريم إن شاء الله سلامنا يصلك يا رسول الله وترجعنا السلام كما وعدت أنت قلت يا رسول الله أن كل من يسلم عليك ترجعنا والسلام شوفوا هذا العمل إن الله وملائكته الملائكة اللي يرنالهم خلقهم بكر العظيم القوي اللي يسبحوا اللي يستغفروا هؤلاء الملائكة يعملوا في هذا العمل يصلون فعل مضارع دائم معناه يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما فحرين بناء أن نصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم كنا نحكيه على سيدنا آدم عليه السلام كنا رأوا خلق آدم شوفوا كيفاش وصلنا إلى صلاة الملائكة على النبي وصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم هذاك علاش نطلب من هذا البرنامج نطلب منه كيفاش يوصلنا الإيمان وقرينا أركان الإيمان قلنا الملائكة القضاء والقدر الآن شفنا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومقامته عند ربه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم النافع أن ينتفع به يا رب العالمين يا رب جبرائيل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب النار اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئة إلا أنت اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعل رمضان هذا شهر زيادة في الدين اجعله شهر إيمان وتقوى اجعله شهر توبة لنا أجمعين اجعله شهر سلم وسلام على أمة المسلمين وعلى من في الأرض أجمعين اجعله يا رب شهر تعرف ومحبة زيادة حب ومودة إلى أبينا أبي البشرية كلها آدم عليه السلام زروا صفحتنا على فيسبوك شفها على الشاشة زروا يوتيوب الحلقات مسجلة هناك أعطينا تعليقاتكم أعطينا مسائلكم مسائل في هذه المواضيع السابقة وللمواضيع القادمة أدعو لنا مش ربي يتقبل منا أدعو لنا مش ربي يثبتنا أدعو لنا مش أجمعنا أجمعين في جنة نعيم شهر طيبة تقبل الله صلاتكم وصيامكم وجعل الجنة أمامكم دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا آدم إني أكرمتم كل الأسماء علمتم جناتكم جنات المهوى أسكنتم سجد لك البلد الأمرار إبليس عدوك نبعتم أغراك حتى أخرجتم استجبر أمسم أي أسلم كلها أدنائك في الله الشيطان لا يقوينا وكتاب الله بأيدينا ورسول الله هدينا ينقمنا هادي الأسراء إن أخضحنا لو نسينا أغفر وارحم يا غفا أغفر وارحم يا غفا أغفر وارحم يا غفا